فيما يبدو تحذيرا إسرائيليا استثنائيا وجه مسؤولون عسكريون وسياسيون تصريحات إلى السكان اللبنانيين من مغبة قيام حزب الله وإيران باستخدام أراضيهم لشن اعتداءات على إسرائيل لا أعتقد أن إسرائيل وحزب الله يريدان حربا لكن ما نشهده في أماكن مثل سوريا ولبنان أن هناك محاولات إيرانية لإقامة مصانع للصواريخ وتثبيت الوجود وهذا تهديد لا يمكن لإسرائيل القبول به وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي نشر مقالة حذر فيها من أن سيطرة منفذي أوامر طهران على لبنان سيعرض دولة الأرز والمنطقة بأسرها للخطر مستقبلا بحسب تعبيره كما قال وزير الدفاع فيكدور ليبرمن إن بلاده لا ترغب في خوض حرب لبنان ثالثة وأنها تستخدم كل الوسائل السياسية ووسائل أخرى من أجل منع تحويل لبنان إلى مصنع كبير لإنتاج الصواريخ نحن نسع عبر الوسائل السياسية وغيرها لمنع إنتاج الصواريخ فنحن لا نريد حربا ثالثة في لبنان أعتقد أن هناك وسائل كافية ونحن نستنفدها لكننا مصممون على منع تحويل لبنان إلى مصنع كبير لإنتاج الصواريخ الدقيقة ووجه عضو الكابينيت وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت تهديدا للبنانيين قائلا إنهم هم الذين سيدفعون الثمن هذه المرة على أي اعتداء إذا وصل حزب الله وإيران في إقامة مصانع لإنتاج الصواريخ على أرض لبنان فإنهم سيلحقون المصائب على لبنان وسكانه إنتاج صواريخ دقيقة هو قفزة خطيرة ولن نقبل بذلك إسرائيل تولي التهديد الإيراني وحزب الله على أمنها أهمية بالغة ويجري نتنياهو اتصالات مع دول أوروبية وروسيا والولايات المتحدة ولكن على الرغم من تأكيد المسؤولين الإسرائيليين أنهم غير معنيين في حرب مع لبنان إلا أن هذه الإمكانية لا تزال واردة من القدس حيا قاسم الحرة